موسيقى الاول من ايار يوم العمال العالمي تعطل الوزارة والبلديات والجمعيات وكافة المؤسسات الحكومية في فلسطين اما العمال في المقاهي والمحال التجارية وورش البناء وغيرها فيحتفلون بهذا اليوم من على رأس عملهم العمال يعني العمال كلياتهم شغالين عمالهم والموظفين هم اللي بعطلوا وهي اللي هلكيت يعني مروح من الشغل لسه في اواع الشغل بشتل دوام مساعينا وتقريبا العمال بشتلوا 12 ساعة و13 ساعة والموظفين بشتلوا 8 ساعات هم بعطلوا احنا اللي عمالنا بشغالين لازم يكون عيد مدفوع الأجر هلا احنا اللي بنعاني منه انه العيد تبعنا غير مدفوع الأجر فبضطر ان انا اشتغل على اساس اخذ يوميتي اطلع يومة اللي اشتبعت 27 بالمئة هي نسبة البطالة في فلسطين و33 بالمئة من العمال يتقاضون راتبا اقل من الحد الأدنى للأجور اما عن المشاكل الاخرى في الميومة والعطل ووسائل سلامة المهنية فحدث ولا حرج الله يعينهم العمال ووضعهم صعب احنا في بلاد هنا يعني لا نخبات ولا مؤسسات دعم للعمال ولا يعني العامل هوتا وشطارتا يعني يمكن هداك اليوم يشتغل يجيب كوت ولاده ويمكن ما يجيب اما مش زي الموظفين اللي الى شهرية دائمة العمال دائما حقهم ضايع في الأعمال هم وهيك صاحب المحل بوك الحق العامل فيه عمال بضحق عليه بأخرى عليهم الرواتب فيه ناس ما بعطهم كامل حقوقهم ففيه تقصير كثير باتجاه العمال نقابات العمال الثلاثة في فلسطين تعترف بالتقصير تجاه العمال كما تعترف بأن وجود ثلاثة نقابات للعمال ساهم في تشتيت انتسابهم الى انها في طريقها لتعديل قوانين العمل والتشجيعات الفلسطينية في سبيل استعادة حقوقهم في السفل الشديد فقط 20% هم لمنسابين للنقابات وانت بتحكي على 80% من عمالنا غير منسابين طبعا هذا الحكي هو جزئين جزء تتحمل النقابات وجزء تتحمل التشريعات الفلسطينية التشريعات اللازم يكون هو في الزام على اصحاب العمل انهم يسمحوا لدول العمال انهم يشكلوا لجان عملية او نقابات ايضا الاتحادات في عندها تقصير هو ما هي قادرة او مش واصلة لغاية الان عشان اكون انا يعني منصف في حق العمال مش قادرة لغاية الان توصل لكافة مستويات العمال وبالتالي تنسيبهم للنقابات عمل وانشاء نظام وقانون عمل فلسطيني بالتعاون طبعا مع وزارة العمل وهو الان تحت الدراسة لتعديل لبعض الفكرات اللي فيه ومن ثم سيتم اكرار قانون عمل فلسطيني معدل وجديد يذكر انه في جولة لطاقم وطن للمحال التجارية برام الله كان ارباب العمل كلهم مجازين في بيوتهم ما منع اجراء مقابلات معهم اذ يبقى عيد العمال حكرا على اصحابه في يوم العمال العالمي تعطل الوزارات والبلدية والجمعيات والمدارس وكل ما تبقى من مؤسسات الوطن ويحتفل العامل وحده بيومه من على رأس عمله من مدينة رام الله وفاء عاروري تلفزيون وطن